بص يا مولان ثورة 25 يناير ليه اتعملت؟ ايه المطالب؟ انا عازك تهد بس معايا كده وناخدها واحدة واحدة ويعني نهضى مع بعض عشان ناخد الموضوع من ايه؟ من اوله ومن بدايته كده مع بعض واحدة واحدة لو قلنا وسألنا السؤال المشروع هي ليه ثورة يناير اتعملت؟ وإيه المطالب اللي هتف بيها الثوار في كل ميادين وشوارع مصر منذ يناير 2011 والغاية النهاردة اكيد انا عارف انه كلكم هتجاوبوا وتقولوا انه هم ثلاث مطالب ثلاث مطالب كان بيحلم بيهم الشعب ورددهم في كل مرة نزل فيها الشارع تيجوا نسمع ونشوف ونفتكر من الثوار اللي نزلوا وهتفوا يلا بينا عيش قرير عدالة اجتماعي عيش قرير عدالة اجتماعي طيب هي دي المطالب او ممكن نقولي الاحلام اللي كان الشعب بيمني نفسه بيها انه يكون زي كل شعوب العالم الحرة المحترمة اللي متوفر فيها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكن يا معلم اصحاب المصالح وويلك من اصحاب المصالح اصحاب المصالح والهوى والنفوذ والسلطة شافوا ان الاحلام بيكتير على الشعب الغلبان ليه يا شعب يا غلبان تحلم ليه يا شعب يا غلبان تقرر ليه يا شعب يا غلبان تنزل وتقول اردتك فقرروا على طول يرجعوا الناس الغلابة الايام قلعا من ايام مبارك لا فيها بقى لقمة عيش كريمة يا كلها المواطن باحترام ولا فيها حرية علشان الكل متداس عليه ومتهان الكل متداس عليه ومتهان لا بقى فيه عدالة اجتماعية علشان الفساد عشش في مصر وبضبط كتير قوي في كل حتة في كل حتة في مصر مبقاش فيه غير طبقة فوق جدا ما بتمثلش غير 5% من الشعب الطبقة دي عايشة معلم في نعيم ومكوشة على كل خيرات البلد وطبقة بقى بقى الشعب اللي بيعاني من الجوع والفقر والحرمان هم دول العدد الأكبر هم دول 95% البقيين وفضلة مصر ترجع وترجع وترجع لورا الغاية ما بقينا بيتضرب بينا المثل في الفساد الفساد اللي كان زمان زكريا عزمي بيقول عنه انه وصل للركب لكن دلوقتي الفساد غطى الأنوف غطى الأنوف والرؤوس وغرأ البلد كلها وكل سنة والتانية نرجع لورا خطوات في مؤشر الفساد العالمي لغاية فينا عم أحمد لغاية ما وصلنا ووصل ترتيب بلدنا مصر في سنة عشرين واحد وعشرين واللي صدر من يومين مية وسبعتاشر من بين مية وتمانين دولة على مستوى العالم وان كنت ناسي افكرك باللي ورده لك مبارح تعرف الى ترتيب الدول العربية في مؤشر الفساد هتلاقي مصر حضرتك ترتيبها المية وسبعتاشر على العالم طيب الفساد يا جماعة للأسف عمال ينخر في عظم البلد اللي شافت فساد خلال التمن سنين اللي فاتوا اكسم بالله ما شافته ويمكن طول تاريخها وقدل تراجع ترتيبها في مؤشر الفساد العالمي من المركز تمانية وتمانين في الفين وخمستاشر لغاية لما وصل للمركز مية وسبعتاشر في عشرين واحد وعشرين وآدي تاني بفكرك بترتيب مصر في مؤشر الفساد اهو يا جماعة مية وسبعتاشر تراجع مستمر في ترتيب مصر ترتيب مصر في مؤشر الفساد العالمي تراجع مستمر الفين وخمستاشر كنا تمانية وتمانين الفين وستاشر مية وتمانية الفين وسبعتاشر مية وسبعتاشر الفين وطمانتاشر اتعدلت الامور شوية بقينا مية وخمسة الفين وتسعتاشر مية وستة الفين وعشرين مية وسبعتاشر دخلنا في 2021 117 من بين 180 دولة الفساد والمحسوبية والتعاملات اللي من تحت الترابيضة والرشاوي وغيرها وغيرها من مصطلحات انتشرت وزهزهت في السنين الاخيرة خلت جريدة العرب الجديد تعمل تقرير مهم جدا عن الفساد ومصر اطلقت على التقرير ده انه العصر الذهبي للفساد زي ما بيقول التقرير اهو العصر الذهبي للفساد في مصر القمع يحمي كبار اللصوص حالك يا بلدي للأسف بقى يسر العدو ولكن بيغم الحبيب الحبيب اللي بيخاف عليك وكان فاكر ان بلده هتبقى احسن بلد في الدنيا لما المواطن ده خرك في سولة 25 يناير كان فاكر ان البلد وضعها يتحسن لكن للأسف للأسف يا جماعة رجعنا عشرات السنين لورا رجعنا الأسوأ من أيام مبارك اللي الثورة قامت عليه بسبب فساده وفساد حشيته اللي أكلوا خيرات البلد وكان أغلبها من تحت الترابيزة في الخفاء كانوا بيسرقوا وهم مدارين كانوا بيسرقوا من غير ما يبقوا بوجحة ما كانوش بكحين المال اللي بيحصل دلوقتي دلوقتي تعالى ما قولك الفساد والفاسدين عينهم مبرقالك وبتسرقك عينهم بكحة قوي وبقى يسند المناقصات بمليارات الدولارات للشركات سواء بقى المحلية ولا الدولية بالأمر المباشر واللي مش عاجبه لما أغزة يشرب من البحر عشان النيل هيبقى ناشف مش هيبقى فيه ماء في النيل بدون بقى درسات جدوى ولا مناقصات ولا مزادات ولا وجع دماغي معلم الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ومستفين أمورنا وعشان كل حاجة في البلد بقت تحت إيه دي الأجهزة الأمنية اللي بتسيطر على صناعة القرار السياسي والاقتصادي في مصر ده غير بقى إيه الأبضى الحديدية على وسائل الإعلام والأحزاب والحياة كلها والكل بقى يتلفت حواليه خايف حد يخطفه ويقولك إيه حرية التعبير والرأي مكفولة لمؤغزة للجميع القمع ده اللي وصل معنا أي حد يتكلم عن الفساد اللي موجود في المؤسسة العسكرية يبقى خاين وعميل وابن مش بيحب جيش بلده الجيش اللي أصبح بيتحكم في أغلب اقتصاد البلد وبقى الهيئة الهندسية للجيش بديلة الهيئة الهندسية للجيش أصبح بديلة عن كل شركات المقاولات في المشروعات القومية والحكومية وغيرها ده وصل لغاية إن الجيش بيسيطر على 60% من الاقتصاد تهتفتي؟ هقولك والله ما بفتي ده ده التقرير اللي قالته صحيفة الواشنطن بص الأمريكية زي ما هتشوفوا دلوقتي معنا على الشاشة انزلينا معلم بالتقرير أهو الجيش المصري يسيطر على 60% من الاقتصاد بس كده؟ لا ده غير مئات المصانع والشركات في كل المجالات واللي أصبحت بتنافس القطاع الخاص بشكل رهيب حتى اشتكى منها رجال الأعمال المقربين من النظام الناس القريبة من النظام نفسه اشتكوا زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل من نجيب سويرس في شهر نوفمبر اللي فات وقرر شكوته قبل كده أكتر من مرة وده اللي خلاه في مرمى نيران مطبلطية الإعلام مطبلطية الإعلام مطبلطية الإعلام أيوة اللي هم اتهموه بأبشع الاتهمات تعالوا نشوف كده سويرس قال إيه يلا بينا دلوقتي أخد البوش دي كلها عشان الانفاق الحكومي أو المشاريع اللي الحكومة بتعملها دي الطرق الجديدة دي كلها المدينة الجديدة الحاجات دي عاملة طبعا النموه في النتج القامي عالي جدا في خضام ده كله انت بتنسى ان القطاع الخاص ده مهم وهو اللي بيشغل 90% من الناس فانت مفروض تبتعد انك تزحمه انك تعمل مشاريع منافسة للخطاع الخاص هذه الغلطة اللي بتحصل لأنك انت مش بتتنفس على نفس القصص يعني مثلا ما نشوف حاجة طبع الحكومة والجيش أو كده ما بتدفعش جمالك ما بتدفعش درائب ما بيعس ترخيص بيشتغل وخلاص احنا كما عملا نتقاش نعمل كده فالمنافسة بتققى مش متكافأة يعني الدولة مفروض تبقى يعني الدولة تنظم عملية الاستثمار تمام موضوع فساد الجيش ده مش احنا اللي بنقوله بس ده فيه تقرير نشارته الشفافية الدولية في 2013 وقالت فيه ان فساد الجيش المصري وصل لمستوى حارق جدا ونشر الخبر المصري اليوم مش احنا ركزوا معنا عشان بنلاع ليكوا انا هجيلكوا دلوقتي وقولوكوا هيجي يقولك ايه هو انت بتطلع تتكلم عن الجيش يا سيدي انا بقولك هو بقررها لك جيش مصر فوق دماغي مش بمزاجي ولا منه مني ده غصب عني ده انه جيش بلدي اللي انا بحبه وترب بلدي اللي انا بعشاؤه والجيش المصري هيفضل جيش مصري محترم الا قليل هم الفسد داخل الجيش هم اللي بيبوزوا صمعة الجيش فده لما بطلع عن طاقب هذه القلة في الجيش المصري ده مسموش ان انا بهاجم الجيش المصري لاني لا استطيع اصلا انه هاجم جيش بلدي انا فعلا خاين وعميل لو هاجمت جيش بلدي هو جيشي فيه حد بيهاجم جيش بلديه مفيش فمتتحكوش عن داس وتاخدونا في حارة ديقة وحتة ظلمة وتقولونا ايه اصل الموضوع والحكاية وتلعوا برا وبيهاجموا لا انا بانتقد بواقعية وبارقام ومن الصحافة المصرية نفسها وادي الخبر اهو من المصر اليوم الشفافية الدولية فساد الجيش في مصر وصل لمستوى حرك اهو يا جماعة من حقك تعرف المصر اليوم واحد بتفرق دلوقتي يقولي يا عم احمد هو انت دايما كده بتجيب الاخبار الوحشة اي حاجة بتسيق للبلد يا عم مش انا ده المصر اليوم انت بش بتشوف الاخبار اللي بتطلع كل كم يوم عن الابض على فلان وعلان وترتان والبلد شغالة ومنهم مسؤولين في الدولة بتهم الفساد والرشوة ولا انت يعني ما بيعجبكش العجب اما فوت شجع اللعبة الحلوة عم احمد هقولك والله العظيم كل ده ولا يجي في زمتي ابن كلا ولا ياكل معايا ليه عشان كل ده دحك عدقون بتتحكوا بيها على الشعب عشان بتخدعوا الناس البسطاء بأخبار محاربة الفساد والتصدي للرشوة والفسدين وغيره من الكلام الرناني الجميل اللي بيطلع كل حنجرة في فنينة الانتاج بيأكلش عيش واقولك الدليل انه اكبر مسؤول في البلد عن محاربة الفساد المستشار هشام جنين مصيره ايه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لما تكلم عن وجود فساد في الجهاز الحكومي للدولة هذا الفساد يتجاوز 600 مليار جنيه في 3 سنين كان ايه مصيره هشام جنينة العزل من منصبه وضربه في الشوارع وصحله واعتقاله وقبل كده حاوله يغتلوه علشان كشف فسادهم والخبر اهو تعالوا نشوفه مع بعض ونفكر بعض به مصر حكم بسجن رئيس جهاز المحاسبة المركز السابق محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن عاما وغرامة مالية على الرئيس السابق الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ان قال في مقابلة صحفية ان الفساد يكلف مصر 600 مليار جنيه 600 مليار جنيه وكان سيسي قد اقاله من منصبه للأسف